كابتن سلعاوة ابتدي المباراة مهمة لكل الفرقين قبل طبعاً ما نروح للمباراة ونستعرض جداول وترتيب الفرق عايزين نعرف المباراة مهمة لكل الفرقين إزاي المباراة تعتبر مهمة جداً بالنسبة للنادي الأهل النادي الأهلي خارج من دربي مع نادي الزمالك كان مباراة قوية انتهت بعد وقت إضافي بفارق نقطة مباراة قد صعبة جداً أعتقد قدر مدير الفن للنادي الأهلي أنه يعمل استشفى للعيبة والنهاردة المباراة دي لها شقين الشق الأولاني أنها بين الأول والتالت والشق الثاني بين الاتنين مدربين أثنين من مدرسة واحدة وأعقد يكون من نادي واحد صحيح مباراة مهمة كله عايز يهرب من الاتحاد والأهلي يهرب من التصنيف لأن الأول هلعب الثامن والثاني هلعب السبع فمباراة مهمة جداً نادي الجزيرة برضو لكن احنا باللي بنقوله ان النادي الاهلي اعتقد مركز عشان يستطيع يسيطر على البطولة دي ان شاء الله وان الترتيب هو ده المهم يعني المراحل اللي جاية بقى هي الاهمة من مراحل الترتيب اللي احنا بلها فيها سهلا دي ادوار اكسائية وهي فروج المهزوم وكل فريق لمبارايتين احنا بالنسبة لنا مباراة الاتحاد سكندري والنادي سموها على ارضنا ان شاء الله يوم الاتنين